تحل اليوم الذكرى الثامنة والاربعون لرحيل الزعيم جمال عبد الناصر بينما لا تزال شخصيته حية في تاريخ المنطقة والعالم ما زالت رمزية عبد الناصر وجاذبيته تتغذى في قلوب الناس على شجاعته الاستثنائية وإيمانه الجبير بالوحدة العربية وسعيه الحثيث لتحقيقها على أرض الواقع ككل شيء قيم تزداد قيمته بمضي الأيام حبيب الملايين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مثل هذا اليوم قبل 48 عاما رحل عن عالمنا الرأي الصاحب العديد من الألقاب التي تزينت بها قلوب ليست قلوب المصريين وحدهم فقط وإنما قلوب العرب بل كل من عصره أو قرأ عنه جمال عبد الناصر حسين المولود في الأسكندرية في الخامس عشر من يناير من عام 1918 أحد أبرز زعماء العالم في القرن العشرين وساني رؤساء مصر بعد الرئيس محمد نجيب بعد سنوات من العمل الشاق لم يعد باستطاعة جسده أن يتحمل المزيد حيث أصر الأطباء على استراحة محارب لمدة أسبوع على أن لا يزعجه أحد خلالها لكن سرعان ما قرر عبد الناصر قطع الاستراحة عندما انفجرت الأزمة في الأردن وبات من الضروري عقد اجتماع موسع للرؤساء وملوك الدول العربية في القاهرة وبعدما اتفق الجميع على وقف القتال في الأردن وودع عبد الناصر كافة الملوك والرؤساء من مطار القاهرة سرعان ما شعر بألم مفاجئ في الصدر تبين لاحقا أنها جلطة شديدة أحدست أزمة قلبية حدة ولم يطل الأمر كثيرا وأعلنت وفاة الزعيم وإزدال السطار على حياة اقتزت بالإنجازات الإصلاح الزراعي التأميم التنحي وحروب الاستنزاف كلمات اقترن ذكرها باسم جمال عبد الناصر الذي اهتم منذ اللحظة الأولى بالمواطن البسيط فكان الإصلاح الزراعي أول القرارات قبل أن يتبعها بمجانية التعليم وتفعيل الاشتراكية كما اهتم بالتنمية فدشن مصانع الحديد والصلب والغزل والنسيج وقرر تأميم قناة السويس لتمويل بناء السد العالي وفي العهد الناصري اتخذت مصر سياسات خارجية واضحة فأعلن عدم الانحياز إزاء الحرب الباردة كما دشن التحالف العربي المشترك مع سوريا قبل أن يتلقى هزيمة عسكرية من العدو اضطرته للتنحي عن الحكم إلا أن الشعب تمسك بزعيمه ورفض التنحي كانت جنازته هي الأكبر في تاريخ الإنسانية وتعدى المشاركون فيها الملايين الخمسة وربما أكثر فظل اسم جمال عبد الناصر خالدا بقدر ما استمرت مكتسبات عصره اشتركوا في القناة